اشتركوا في القناة 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 اما اذا نشوف نتائج بطال حلقتنا لليوم الاكزينوس الف فحقق نتائج كبيرة وفرق في الاداء افضل ب10% عن السناب دراجون وحصل على تقييم 1302 نقطة في اختبار احادي النواة و4250 نقطة في اختبار متعدد الانوية وهذا نجي نقارن الاكزينوس الف بالأي 13 بايونيك من ابل فراح نشوف ان الاكزينوس الف عنده نقاط افضل في اختبار متعدد الانوية اما اختبار احادي النواة فهو نفسه تقريبا بس لازم نخلي في عين الاعتبار ان معالج ابل الاي 13 بايونيك معمورية تصنيعه هي 7 نونو متر اما الاكزينوس الف والسناب دراجون 875 فمعمورية تصنيعهم هي الاحدث والافضل ب5 نونو متر لذلك المقارنة راح نوضحها لكم بالتفصيل مع الاي 14 بايونيك على الايفون 12 برو ماكس طبعا دائما توصل السفسارات على القناة شنو معنى معمورية التصنيع وشنو يعني 5 نونو متر او 7 نونو متر او 12 نونو متر خلي وضحها لكم بكل بساطة المعالجات يتم تصنيحها بتقنية الحفر الضوئي يعني تم حفر مكونات المعالج من الترانزيسترات على شريحة سيليكون كل ترانزيستر هو عقدة عمليات كل ما كان الترانزيستر اصغر يعني استهلاك طاقة اقل وبالتالي بإمكان هذه الترانزيسترات تسوي عمليات حسابية متعددة من دون زيادة بدرجة حرارتها وهذا بالطبيعي يكون العامل المحدد لاداء المعالج ويظن صغر حجم الترانزيستر يقلل من التكاليف ويزيد من كثافة الترانزيسترات ضمن نفس الشريحة وهذا يعني تحصل على العديد من الأنوية ضمن نفس شريحة المعالج يعني كل ما كان دقة التصنيع أقل هذا يعني أن المساحة أصبحت متوفرة لضخ كميات كبيرة من الترانزيسترات لزيادة الأداء وخفض استهلاك الطاقة وحرارتها ونرجع حسن للأكزينوس والسؤال المهم هو وشلون السامسونج بعام واحد قدرت تتفوق على السناب دراجون وهي طوال السنة الماضية تحول أن يتقدم معالجاتها بأداء مقارب أو يساوي أداء معالجات كوالكون طبعا كل المعالجين الأكزينوس الألف والسناب دراجون 875 رح يستخدمون مجموعة من الأنوية لأن حجي آيس ونوفارتس صديقنا الدعم بالقناة والخاص بأخبار وتسريبات شركة سامسونج قال أن الجيل القادم من هذه المعالجات رح يتميز بتكوين أساسي 1 زاد 3 زاد 4 وهذا يعني نوات واحدة أساسية و3 أنوية للأداء و4 أنوية لزيادة كفاءة الطاقة الأكزينوس الألف رح يستخدم من نوات الأساسية الكورتكس أكس وان وهذا أسرع ب30% من الكورتكس أي 77 لذلك أشوف أن السبب الرئيسي بتفوق معالج سامسونج على كوالكوم هو أن كوالكوم ما رح تستخدم الكورتكس أكس وان بل رح تستخدم الكورتكس أي 78 كريو اللي هو أسرع ب20% من الكورتكس أي 77 لازم تخلي في بالك أن منصة الاختبار لجيكبينج ما تختبر قدرة معالج الرسوميات وأنما هذه المنصة مخصصة لوحدة المعالجة المركزية الـ CPU خلال الأشهر القليلة القادمة انتشرت أخبار توضح أن معالج سامسونج الألف رح يكون نقطة تحول كبيرة لصالح العملاق الكوري لأن سامسونج تخلت عن نواة الماغنوس المخصصة وبدلت معالج المالي من ARM إلى هندسة جديدة من AMD لكن واضح أن هذه الأخبار هواء في شبك لأن حج آيسينوفارس غرد على تويتر وقال أن الأكزنوس ألف ما رح يكون بي وحدة معالجة رسوميات من AMD وأنه ما رح يستمر مع معالج مالي للمرة الأخيرة وبنواة G78 وبعام 2022 رح تلجأ سامسونج النواة AMD لحد الآن ماكو طريقة واضحة حتى نتأكد من صحة هذه النتائج لكن أكو شي أكيد رح يكون أداء الأكزنوس ألف مساويا على الأقل أو أفضل من السناب دراجون 875 لأن سامسونج وكوالكوم يستخدمون نفس مجموعة الأنوية أنتو شن رأيكم أصدقائي بهذه الأخبار؟ وش تتوقعون من سامسونج أن نتقدمه معالجه؟ شاركوني آراءكم وتعليقاتكم وشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي في أمان الله